بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذا أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري عظم الله جورنا وأجوركم باستشهاد سيدنا ومولانا باب المراد الإمام الجواد سلام الله عليه دعاء يعتبر من أعظم وأهم أدعية الإمام الجواد عليه السلام لقضاء الحوائج ولكن الكثير من الناس لا يتوجهون إليه ولا يقرؤونه مع أنه كان من الهدايا التي قدمها الله سبحانه وتعالى للإمام الجواد عليه السلام ثمانية أدعية هو يعتبر من ضمنها من هدايا الله سبحانه وتعالى ثمان هدايا أدعية مختلفة لفتح جميع أبواب الحياة الدنيا سواء كان في قضاء الحاجة سوا كان في الاستقامة والتوبة سواء كان في طلب الرزق سواء كان في الشفاء فسوف نقرأ باب طلب الحاجة وقضاء الحاجة للإمام الجواد عليه السلام الإمام الجواد عليه السلام قال للمأمون العباسي عليه لعائن الله قال له هذا الدعاء لا يرد هذا الدعاء لا يرد في طلب الحاجة وإن شاء الله تعالى سوف نضع لكم الدعاء في صندوق الوصفة وفي خدمتكم إن شاء الله تعالى لا تنسون من فضل دعواتكم في هذه الليالي ليالي استشهاد الإمام الجواد عليه السلام وكذلك نحن لا ننساكم من الدعاء والزيارة من جوار الإمام الحسين وجوار أبي الفضل عباس سلام الله عليه برنامج صباحة الدعاء من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليه السلام